هذه الأخطاء اللي أخطعناها لا زال كثيرون يخطعونها ما هو على مستوى الشباب تبهم التزمين ولا على مستوى طلبة علم ولا حتى على مستوى علماء على مستوى قيادات تعود كلمة القيتو إلى اللغة الإيطالية وتعني الحي المعزول أو المنطقة لما صارت هجمة على السنة وهجمات علمانيين والهجمة صارت مسعورة 80 إلى 90 بالمئة ممن كلنا نراهم كتاباتهم تبلع المنتديات اختفوا ولم نجدهم أيضا كانوا مهملا عندنا أهو نجد صلي دعوة فلاسف قالوش السلام عليكم كيف حالك شيخ ساكب خير إيش الراجح نسوي على يدين على ركوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأقص عليكم قصصا متعلقة ببدايات الاعتسام كنا في المسجد نحضر بعض الحلق فكانت من أجمل حلق العلم والتي أثرت فينا كثيرا واستمتعنا بها كثيرا وشعرنا بلذة عظيمة جدا أثناء الدروس دروس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم درسنا أحد الكتب المفصلة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الكثير من الأمور وصفرنا بعد كل درس مطبق في الصلاة ما تعلمناها ونجد لذلك لذة عظيمة وكان من شدة فرحتنا لهذه الفوائد كنا نريد أن نعلم كل الناس هذه الفوائد التي تعلمناها وننكر عليه إيشار نجده يخالف ما تعلمناه وواقعا مع كون هذا الأمر قد يراه الكثيرون أمرا جميلا جدا إلى أننا في تلك الحقبة بهذا السلوك ارتكبنا مجموعة من الأخطار والتي لا زالت تتكرر بل بعضها يتكرر في قيادات جماعات إسلامية سبحان الله أين أخطأنا؟ تعلمنا وعلمنا وسعينا لنشر الخير بين الناس بنفسهم طيبة قد تكون كذلك ولكن أيضا في بدايات الالتزام يوجد نزعة وهذه نزعة موجودة على الكثير من الناس قبل الالتزام بعد الالتزام نزعة إلى التمييز إلى أن يكون عندي شيء لا يجد عند الآخرين وأيضا نزعة للإحساس بأنك داعية أو مجدد كونك ترغب بأن تأخذ أجر من تعليم الناس هذه غاية نبيلة جدا ولكن هذه الغاية بينها وبين الهوى خيط رفيع الهوى في أنك تتطلب أن تجد أخطاء عند الناس وتتطلب التمييز تصير تتطلب أسبابه فتقع في نوع من الإحداث والبحث عن الغرابة والإغراب أين أخطأنا أنا أقول لك أين وقع الخطأ أول شيء حين درسنا هذا الكتاب لم نميز واقعا بينما هو فعلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيهات جيدة جدا للمؤلف وبينما هو اجتهادات خاصة للمؤلف هذه الاجتهادات منها ما له حظ من النظر ولكن يقادل اجتهاد آخر فكان ينبغي أن نوسع صدورنا وبعضها أخطاء محظة من المؤلف وذلات ورد عليه كثيرون إذن نحن لم نفرق أننا واقعا لم نضغط صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وأنما درفنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاد الشيخ فلان فخلطنا الحابل بالنابل وهذا يقع به كثير من الشباب في أبواب عديدة وعلاجه أنك تتأنى وتتعلم وتقرأ وتنظر لا أن تتسور الدعوة لمجرد أنك كمعت الكلمة الفلانية من الشيخ الفلاني أو قرأت كلمة التعلم الزائد قد يقويك في كثير مما تعلمته ستكتشف أنه فعلا صحيح وكل يوم تزداد به يقينة لكن في أمور أخرى فعلا فعلا تكتشف أنه لأ فيها أخذ ورد وأمور أخرى تكتشف أنه والله هذه زلة شيخ زلة عالم سبحان الله أثناء الدراسة كان الشيخ الذي يدرسه خالف المؤلف في عدة أمه جزار الله خيرا لكن نحن كان ينبغل نفهم هذا زياده على ذلك هو نفسه كان يشير إلى مخالفة بعض كبار المشيخة له في الحواشي كان ينبغل نفهم هذا هذه إشارات وأمور لا هو يدعي فيها إجماعات فعلا تكون إجماعات صحيحة أو يبين نبع على أخطاء لم نميس لأننا أصلا لم يكن عندنا ممارسة كافية للعلم بحيث نميس وهذا أمر يقع فيه الجماعة المتمذهبون الذين اليوم يدرسون المذاهب الفقهية عن طريق كتب مذهبية متأخرة يخلطون بين الأمور الإجمعية هذا الذي خرجها تخريج وهي ما تنزم أحد حتى لو كنتم مذهبا يجب من يخالف داخل مذهب وبعضها لا داخل مذهب ولا خارج مذهب أصلا والله ما استعب هذا هو النقطة هذه نقطة عادية هذه اللي طلبة العلم انظر نقطة الأخرى النقطة الأخرى والإشكال الكبير أننا صرنا نشتغل بتصحيح صلاة بأخطاء المصلين عن دعوة غير المصلين للصلاة وهذا خلل يقع فيه الكثير جدا من الشباب هذه الأيام وحتى تلك الأيام ممكن نجلس أنا وصاحبي ونتناقش في حكم تارك الصلاة وهذا كان يقع وتجد كل واحد فينا في بيته تارك الصلاة ولا يدعوه حتى لا يدعوه الدعوة الذي يقول له يا أخي أم جيد صلي لو في البيت أم جيد صلي وممكن تجدنا نتناقش في النزول ليدينه والركبتين والأمر الاستحباب في هذا أو ذات وغافلين عن جهل الناس بواجبات أو تركي من واجبات وأنه كثير من الشباب لا يصلون ومسألة أنهم لا يصلون هذه مسألة عميقة جدا فيها بلاوي فتجد أني أنا في المسجد رأيت زيد أو عمره بكر يخطئ يخالف ما درسته في الكتاب فأذهب إليه أسلم إليه وأنا الصحة ثم ليس عندي الشجاعة وأنا ذهب في المسجد وأنا ججاري الذي لا يصلي أني أسلم عليه وأقول له يعني ما نراك معنا في المسجد لماذا؟ لا وهذا أمر يقع فيه كثيره يعني مثل بحث النمو الصال اللي كل رمضان يأتوننا به واللي مقال طويل تنبيه مسألة النمص الآن أنت ينتشر التبرج واللباس الضيئ وأمور كثيرة وحتى الصورة الممنوعة بالنمص أنها تنمص الخاطب اللي عليها اتفاق أو غير المتزوج اللي عليها اتفاق كثيرات يفعلنا فمسألة أنك تأتي وتدخل لي معركة في هذا فاشغلنا عن إنكار المنكر ومتفق عليه ثم هذا الإشغال إشغال غير مبرر غير مبرر أصلا أنه القول الذي جاي تبرز أنت قول مناقش بقوة ومع كونه مناقشا بقوة وأنت تعرضه عرضا فيه شدة وفيه تزهيد والناس أصلا كثير منهم اللي يتبعك هو يتبعك للهوار بدلين كثير منهم هو كان كذلك قبل أن يقرأ بحثك لما كان مقتل عنه محرم هو يفعله فبحثك ما زاده سواء نعطاه رخصة ونوع من المجادرة لمن يسيأمرها وينهار هنا إشكاليتان أننا نشتغل بتصحيح العبادات العابدية عما انتركوها أصلا إشكالية أننا نبحث في حكم إنسان وندخل معارك مع إخواننا وربما نتهاجر ويبدع بعضنا بعضا أو يبقى بعضنا بعضا أو 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 وهذا الإنسان لا نتكلف أن ندعوه الإشكالية الثانية ممكن تجيث اثنين شباب في بعض البلدان يجلسون يتناقشون بالنزوية عيدين وعن ركبتين ولما يطلعوا من المسجل يسمعون واحد يسبب الله أو يرون إنسان متبرجة تبرجة شديدة وقبيحة أو يرون إنسان يحلم بالله كذبا أو يحلم بغير الله أو يتكلم بالفحش أو يكذب أو يفتري أو 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 ممكن يرى بعينه رجل يمود يده على مرأة تحرشا فيه أشياء كثيرة هذا واقع أحد أهم الإشكاليات اللي بيعيشها الكثير من الشبر خصوصا في بعض البلدان النيأس من المجتمع وقرر أن دعوة تتحول إلى دعوة فلاسفة أنها دعوة خواص لهذا يعيش جيتو مثل جيتو اليهود أنه الدعوة أنا وأصحابي تعود كلمة الجيتو إلى اللغة الإيطالية وتعني الحي المعزول أو المنطقة المحصورة ففي العصور الوسطى كان الأوروبيون يعزلون اليهود في منطقة لوحدهم تلك التي عرفناها فيما بعد باسم حارة اليهود حيث تم جمع اليهود وإجبارهم على العيش في حي واحد بعيدا عن باقي السكان ومنعوا من العيش خارج الجيتو أو الحي اليهودي المخصص لهم انتشرت هذه الفكرة في المدن الأوروبية وتم تطبيقها خلال الحرب العالمية الثانية وقد أنشأت معظم هذه الجيتات وكان العديد منها تحيط به أسوار أو أسيجة لقطع الاتصال بالعالم الخارجي ولم تكن هذه الجيتوات تشكل مجتمعات مادية وجغرافية فقط بل ثقافية واجتماعية أيضا إذ إن لها لغتها الخاصة فضلا عن بعض العادات والتقاليد وأنماط السلوك المتوارثة عشنا نغلقنا على أنفوسنا يروح واحد مننا هذه الإشكالية نختلف في مسائل تخصصية هذا الإشكال أما أن ندعو العوام وندعو الناس اللي أفواً كذلك كنت فمن الله عليكم لا ما هو شغلنا لكن مستعد أني أجلس أتناقش معاك ساعة أو ساعتين في حكوب تارك الصلاة أو النزول على ايدنا أو النزول ركبتين مع الفارق من المسألتين أو القبض بعد الركوع أو 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 لكن ما عندي استعداد أني أجلس عشرة دقائق أن الإنسان غير مصلي أقول كلبة نصيحة ويمشي وهذه بكارثة زيادة على بالك أنه أصلا تعلمنا هذا العلم ولم نتعلم غيره صلة الصلاة خلاص وصار ديناك كل صلة الصلاة فأمور أخرى ما تعرفها أنت ما تعلمت ما توسعت في العلم فهي الأربعين خمسين مثلا نتعرف لو يأتي إنسان شيكك بواحدة تشعر أن جزء كبير من دينك ذهب فتغفب ولو ثيادة على ذلك نشغل مشايخ معا فتجدك من ذلك تلفنا في نزول على يدين وعن ركوتين فنتصل على المشايخ خلوش سلام عليكم كيف حالك شيخ ساكب خير كذا إيش الراجح نزول على يدين وعن ركوتين وهذا الشيخ عنده أولاد وعنده زوجة وعنده تلاميذ وعنده كذا وفيه ممكن أناس هذا الوقت سيسألون في أمور خطيرة ممكن كفر وإسلام لكن حنا مقصة دعوة الفلاسفة نريد أن نعرف الحق في هذه المسألة نقطع به طبعا حفير كثير من نساء لا يكتصر فيها القطع لا تخفقها يقولون جائز الفعل كل جائز لكن يوم أفضل هذا وشي وكنا بين فترة فترة نخسر بعض من أخواننا لفتنة النساء أو لفتنة التغريب أو لفتنة عصبية عرقية رأينا من يلشد بعد الالتزام لعصبية أمازيغية رأينا هذا بشكل واضح رأينا من يكفر رأينا من يترك الصلاة رأينا وتجدنا لا نبقى وفقط نتمسى في مثل هذا حتى من آثار موضوع دعوة الفلاسفة أنه في يوم الأيام كان علم الحديث موضة 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 يعني كثير من الشباب يتكلم في الحديث وفي التخريجات وفي آخر يعني صار موضة الآن لما صارت هجمة على السنة وهجمات علمانيين وملاحدة ونصارى ومنصرين وروافق والهجمة صارت مسعورة ثمانين إلى تسعين بالمئة ممن كنا نراهم كتاباتهم تبلع المنتديات اختفوا ولم نجدهم اللي كانوا أشهر يتناقشون في تدليس أبي الزبين اختلاط أبي إسحاق في سبيعي عن رواة الذين روحون بالله يعقب للاختلاط تدليس الوليد من المسلم هو تسوية ولا شيوخ ولا إسناد هؤلاء لم نعود نراهم اكتشفنا بالموضوع كان موضة حقيقة مع الأسف الشديد لما انتهت الغرائب والإغرابات وغير ذلك كذلك من ندهب باب آخر ومنهم من لم نعود نراهم لما صار الأمر يا الله هذا علم علم الحديث الآن دافع عن دينك دافع عن السنة رد على المبطلين كذا حويلة بنا نجد شبابا لم يكن عندهم ولم يزل أصلا نصف معرفة أولئك بالعلل وبالحديث حتى أنه قديما كنا نتعجب يعني كذلك من ناس يجي يعرفني يقول هذا ويشتغل بالحديث حقيقة كذلك من الأخوة اللي كان يشتغلوا بباب الحديث كانوا يتوسعون توسعاته كأنهم سيفدلون الإسلام من جديد يراجعون كل شيء بناء على معرفتهم هذه بعلم الحديث مع جهل بالأصول والتفسير وغير ذلك أحد الأخوة جاء يكلمني وحدث عليكم بسنة السنة تقلفاء الراشدين المهديين بعدي حتى يشوف عردت أن أعطيه صدمته حتى يشوف الحديث اشتج به أثمد وحديث ثابت لكن بغض النظر عن الثبوت الحديث كله في القرآن كله في القرآن الله عز وجل أمرك أن تدعو إهدنا الصراط المستقيم ومن يطع الله والرسول فأولاك مع الذين أنعم الله عليهم أنعمت عليهم هنا أنعمه عليهم يعني هم هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الصديقين من الصديق عندنا بإجماع عظك الشهداء من رؤوس الشهداء عمر شهيد قتل أبو الأولى عدم شهيد قتل أولئك الخوارج علي شهيد اختل عبد الرحمن منج الراشدين وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنهم في قلوكم وكرّه إليكم الكفر والفسيقة والعصيانة أولئكم الراشدون من رأس الصحابة الثلاثة باتفاقه كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله طلعوا بكر ثم عمر ثم علم أضف إليهم علي يعني هؤلاء رأس الراشدين المهدي ولو آمنوا مثل ما آمنتم بي فقد اهتدعوا بس ونتا تقول اهدين الصراط أصلا قلت لا دلالة يعني أنس يقول صليت خلف النبي وبكر وعمر الثاني في القنوط يقول صليت خلف رسول الله وبكر وعمر لو لم يكن عندهم أصر في هذا فقلت لهم زرارة بن أوفة التابع لما تكلم على مسألة التكمال المهر بمجرد سلوة الرجل بالمرأة قال هذا قضاء الخلفاء الراشدين وهذا تابع كوك الآن بغض النظر نرجع إلى بحثنا أين أخطأنا لم نتعلم بما يكفي حتى نميز بين الاجتهاد وبين الحق انشغلنا عن القضية الكبرى عن القضايا الكبرى بأمور تفاصيل هي مهمة ولكن لا يمكن أن تكون هي أهم من القضايا الكبرى وعشنا في جيتو عشنا انغلقنا على أنفسنا وما رأينا بقية الناس ايش فيه أنا لا أقول لك أصلح الناس بإبسادي نفسك واشتغل بهم أكثر من نفسك لا باب الرقاق أيضا كانوا مهملا عندنا باب الأمور القلبية كان بعض الشباب يصلي صلاة ظاهريا هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما درسهم ولكن لا أخوة أخوة رسول الله والصحابة ولا تديونه كذلك ولا تواضعه كذلك ولا إحساسه بالقرآن وهو يقرأه حتى كثير من الإشكالات اليوم ما الإشكال الكبير في كون الإنسان لا يصلي الصلاة التي هي صلاة رسول الله الإشكال ليس في أنه ما درس الكتاب اللي درسته الإشكال في أنه لا يطلب العلم ولا يرى العلم الشرعي علما ولا يحرص على ذلك ومستصغر العلم الشرعي هذه كلها مجموعة مشاكل والتغريب ناخر في عقله حتى اللي يصلي لهذا يستهون العلم الشرعية ويستعمم الثقوب السوداء والثقوب البيضاء وغيرها هذا أصل المشكلة ما نعالج أصل المشكلة جاي نعالج الفرع المتفرع عنه مثل بعض أخواننا والله أنا ما زالي أعيش في بلده في كردستان مثلا العصبية العرقية نفس الموضوع الأمازيق عندنا مثلا في الخليج وغيرها العصبية القبيلية فيها مصايم تاركينها وجايين نعالج بعض إفراد ذاتها فقط وبعضنا عايش في عالم مثاليات يتكلم في الأذكار وغير ذلك وهو عندنا ناس كثيرة جدا متصلي كثيرة جدا ما تحب الشرع كثير منهم أصلا ما يؤمن بهذا الأمر أو ما يؤمن بنفعه ممكن تجده مسلم لكن موضوع الحرص على التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيليا لا يبقوا كيف يش فرقت يا أخي رفعت يديني هكذا ولا هكذا يعني على الأقل يكون فيها أجر أخراوي لا ليس في عقلي لكن يترسم الغربيين تفصيليا ما يفعله الغربيون هو يفعله تماما يلبسون بالطواب يغنون بس بالطواب يغنون الرقابة يمسك مطرقة يمسك مطرقة مثلا يحييون تحيي عسكرية بالصورة الفلانية نحيي بالصورة الفلانية لكن لما نأتي نصلي يقولك يعني شمعنا هي هكذا ولا شمعنا هي هكذا هذه النفسية هي النفسية الموسدة لم ننتبه لها لم ننتبه لها جئنا فقط نعالج إفرازاتها كان ينبغي أن نهدم هذه النفسية بالأساس ناس معرضة عن العمل الشرعي معرضة عن تعلم تفاصيل السنن عشر حسنات زيادة ما هي عنده مشكلة لكن ممكن يداوم عدة ساعات زيادة عشان يأخذ وقت إضافي يأخذ فيه عشر دنانير زيادة أو أكثر من ذلك أو أقل هذه الأمور يعالجها الواعو يعالجها بقية النفس فنحن مستمرار نأتي ونعالج الإفرازات لا نعالج الأصل وهذا من أهم أخطاء هذه الأخطاء اللي أخطأناها لا زال كثيرون يفطئونها ما هو على مستوى شباب توهم والتزمين ولا على مستوى طلبة علم ولا حتى على مستوى علماء على مستوى قيادات نتعلم قليلا ثم ننطلق للي ندعو فيكون عندنا مفايب في فقه الأولويات نعالج الإفرازات ونترك البدايات نترك الأصول والمشاكل دعوتنا دعوة فلاسفة ننشغل بالخلافيات داخل مخيط الشباب الملتزم ونترك مصائب سوداء في المجتمع ما نعالجها أهل بيتك نفسهم أنت لا تعالجهم هذا أمر كنا نقع فيه جميعا 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 فلا حول الأخوة اللي أولا